حوالي 31 دقيقة بعد 8 صباحا بسيديوهات الشروق الإخبارية برنامج شروق مورنين كانت قبل قليل تابعتم جولة عبر العالم لأهم الأحداث والأخبار التي وقعت طبعا في مختلف دول العالم مباشرة مشاهدين نفتح ملفنا الأول لنقاش لهذه الصبيحة وكما ذكرت في البداية سنخصصوني الحديث عن حقوق الجران طبعا في الإسلام أسعد جدا بأستضافة الشيخ عبد الرحمن عجروم إمام وخطيب صباح الخير أهلا بك معنا صباح خير أهلا وسهلا ومرحبا بك أخير ببارك فيك وربي بارك بجميع ضيوفنا ومشاهدين الكرام نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت الذي نقضيه معا زيادة لنا في تعلم أحكام ديننا في التفقه في أحكام ديننا في أخذ الآداب والجماليات التي أتى بها الإسلام فديننا كما نعلم هو دين الذوق دين الجمال دين الإحسان إلى الناس جميعا فنسأل الله لنا ولكم المنفع إن شاء الله إن شاء الله يا رب بدن اليوم اخترنا موضوع على الجران فضيلة الشيخ الإسلام وضع طبعا نظاما فريدا للاجتماع طبعا تكافل والتكافت أيضا تكاتف مبني على التعاون على البر والإحسان وأيضا حق القريب على قريبه وحق الجار على جاره طبعا الله سبحانه وتعالى عظم خلينا نقول حق المسلم على المسلم أيضا تحدث عن الجار وجاره لقوله سبحانه وتعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالواردين إحسان وبذي القربة واليتام والمسكين والجار ذي القربة والجار الجنبي والصاحب بالجنبي وابن السبيل وما ملكت أيمانكم صدق الله العظيم إذن الإحسان إلى الجار جاء طبعا في هذه الآية لو تشرح لنا فضية الشيخ هذه الآية ممتاز هذه الآية الله عز وجل يفصل فيها ذوي الحقوق الناس الذين لهم حق على المؤمن فالله عز وجل أولا أول الحقوق في هذه الآية هو حق الله عز وجل فيقول وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أي أول حق يجب أن يعطى ويؤدى كاملا هو حق الله عز وجل ثم الله عز وجل يرتب الأمور الأولى فالأولى والأهم فالمهم فيقول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا ونحن نعلم أن ارتباط حقوق الوالدين بحقوق الله تكرر في أكثر من مرة في القرآن الكريم مثلا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وردت في صورة الإسراء وردت في صورة الأحقاف وغيرها فالأمر دائما الله عز وجل كان يقرن عبادته ببر الوالدين لماذا؟ لأن لهم الحق الأكبر هم سبب في ميلاد الإنسان هم الذين يقفان على تربية الإنسان والإحسان إليه فلهم التساق شديد جدا بالإنسان بعد ذلك يقول الله عز وجل وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربة أي العائلة القريبة من الإنسان ذوي الأرحام وبذي القربة واليتامة والمساكين ثم يقول الله عز وجل والجاري ذي القربة اليتامة والمساكين الذين ذكروهم ضعفاء المجتمع والإسلام من أهم مبادئه أنه يولي اهتمامه لضعفاء المجتمع كما يوليه لأقويائهم أو لمن له حالة عادية فالإسلام يهتم بحال الضعيف يهتم بحال المطلقة والأرمالة والأيتام والمساكين ومن لا مأواله فهؤلاء فئة تهتم تأخذوا اهتماما عظيما في تقاليد في تشريعات الإسلام وفي أحكام النبي عليه الصلاة والسلام والأحكام الفقهية عامة فالله عز وجل يأمرنا بعبادته ثم ببير الوالدين ثم الإحسان إلى ضعفاء المجتمع ثم يأمرنا الله عز وجل بالإحسان إلى الجوار فيقول والجاري ذي القربة والجاري الجنوب العلماء هنا في قوله تعالى والجاري ذي القربة والجاري الجنوب عندهم أقوال كان يقول أنه الجار ذي القربة هو الجار ليكون فاميلتك هو جارك وفي نفس الوقت فاميلتك على بي أربي اسمه والجاري ذي القربة وبعضهم قال والجاري ذي القربة أي الجاري القريب ذي القربة هنا بشيء بمعنى القرابة النسب وإنما المعنى القرابة على المكان المسافة فيقولوا على أن نستفيد من الآية أن الله عز وجل يأمرنا بالإحسان إلى الجار يعني الذي يكون قريبا يكون له اهتمام أكثر من الذي يكون بعيدا استنبطوا عليها مسألة وحدة أخرى قال لك ماذا لو أعرضوك زوج العلاس للزوج جيرانك شو كون هو اللي تروح له العلماء في هذه المسألة استدلوا بهذه الآية قالوا ربي قال مع الأول الجار ذي القربة تبدأ بأقرابهم بابا ليه عرضك اللي ولاني يكون قريب لك كثر يعني في الميزان الفقهي لا نحن نظر على الاعتبارات مادية أخرى ولكن في الميزان الفقهي عرضوك زوج مناسبة في وقت واحد شو كون لي تروح له كاش ترجحي لا نروح لهذا ولا نروح لهذا يقول لك ربي في القرآن كيرتب ارتب القريب قبل البعيد فأنت تبدأ بالقريب وما لا تأتيك لك فاك الوقت اروح للتاني لا تقسم الوقت يعني حتى هذه حتى إذا استطق الإنسان وأني يجمع بينهما فالله عز وجل يأمر بالإحسان إلى الجاري القريب أو الجاري الذي يكون معك له قرابة ثم الجاري الجنوب الجاري الجنوب هو الجاري البعيد الذي يكون بعيدا الجانب يعني الكوتي يعني يكون شوية بعيد عليك ماشي لاسق فيكس وإنما يكون شوية بعيد عليك فكلاهما يأمر الله عز وجل ويجعلوا لهما حقوقا كما جعل للوالدين والفقراء والمساكن فيجعل الله عز وجل للجاري حقا وهناي المسألة لماذا الله عز وجل يجعل الجوار حقوقا في حديث نبي صلى الله عليه وسلم يحاولون تأملوها ونفهموها لاحظوا على أن أربي عز وجل كل ما كان الإنسان له مشترك ما بينه وبين طرف آخر فالله يأمر بالإحسان في هذا المشترك لما كان ما بين الجيران مساحة مشتركة كاين جيها رح يمشوها كيف كيف كاين تعاملات رح يلزمون بها كيف كيف يعيشون يعني في نفس المحيط ممتاز لما كان نفس المحيط سيجمعهم فهناك أمور يهتمون بها معا فالله عز وجل نظم لهم وأمر بمراعاة هذه الحقوق الإحسان عدم الأذية السؤال عن الجار المساعدة في الأمور فالأمر متكامل في الشرعات الله نشوف أن أنواع الجيران ليس فقط من يسكن أمامك خلينا نقول أيضا بغض نظر عن إذا كان مسلم أو كافر هذه كلها مما ذكرها العلماء يعني هنا في هذا الجانب بتاع مسلم وغير مسلم المجتمعات المسلمة أو نقوله على الأقل نحن في تزاير هذه ما نحسوا لهاش لأن غالب المجتمع ديالنا التدين دياله والديانة واضحة ولكن لو نكون في مجتمع تختلط فيه الديانات هنا يجي التأصيل الإسلامي والتأصيل الشرعي مسألة الجوار فيقول إذا كان لك جار مسلم قريب في العائلة فهذا له ثلاثة حقوق أما إذا كان جارا مسلما فقط فله حقين حق الإسلام وحق الجوار أما إذا كان جارك وفقط فله حق واحد وحق الجوار فما أنت دايما أنت وجارك كاين على الأقل يا حق يا زوج يا ثلاثة فدايما أنت مع الجار ديالك عندك واجبات تؤديها وتراعيها وتحترمها وتحسن فيها إلى جارك فالإسلام كما ذكرنا لا يفرق ماشي لازم يكون الإنسان جار مسلم أو غير مسلم منح ذلك ولكن يجب أن الإنسان يحسن ويكون متأدبا ويكون متخلقا في من يتعامل حتى لو كان الجار ضارا يعني ممتاز هنا يا النبي عليه الصلاة والسلام عندنا قصة جاء عنده أحد الصحابة فقال يا رسول الله إن جاري يؤذيني فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصبر على جارك قالوا هذا جارك يؤذيك يغلط معك مرات تسمح له فاسمح له بعد مدة هكذا عودوا لي عندنا بسلم قالوا يا رسول الله إن جاري لا زال يؤذيني ما زالوا يؤذيني قالوا زاد تصبر له هذه المرة زاد تصبر له الصحابة المرة الثالثة جاء عندنا بسلم قالوا يا رسول الله إن جاري يؤذيني قالوا يا رسول الله ويش يدير قالوا حكم قشك خرجوا للزنقة وقول للناس جاري هو ليخرج ليقشي للزنقة هو لي آذاني هو لي دفعني باش نبدل دار فكان الصحابة كل ما رأوه وقال إن جاري آذاني دعوا على جاره وسبوه معنا كل ما يقول لهم بلي جاري هاوش داري هاوش داري هاوش داري الناس يدعيوا على صاحبه يقولوا هذا مش جار مليح فهذا كالجار جاء عندنا بسلم قالوا يا رسول الله وغلطتوا ما كونش قاصد آذيهم وكونت قاصد نقولوا والو فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا ويأمرنا وينصحنا أن الجوار الأصل علاقة أذية أو علاقة معاندة أو علاقة إساءة وإنما يجب أن تكون أقرب ما تكون العائلة الواحدة يعني كنشوفوا تعليمات الإسلام تشريعات الإسلام الجوار كطيب ماكلة طيب بزيادة بش تعطيلهم النبي السلم في حديثه لأبي ذر يقول يا أبا ذر إذا طبخت طبيخا فأكثر مرقة كطيب ماكلة كثر المرقة فإذا طبخت فأهدي إلى جارك فلعله لحقه من ريحها عند أبا لك جارك شم من ريحها هذه فدير المرقة بزيادة بش كي يطيب لك الماكلة أعطي له شوية يهدي له وبالمقابل نبي السلم يقول على أنه ماملو كان عندك جارك ما أعطيت لهش الماكلة صح ما يجوز لك تخليه هو يبات جيعا وانت بات شبعا في حديثين أو أكثر من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من بات شبعا وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم المسألة مربوطة بالعلم على أنه نفسه يقول مش يمو من الإنسان للنبيع اللي جاره ره جيعان وعلى باله هو بلي جاره ره جيعان وما يكرموش وما يسقسش عليه وما يعاونوش وما يوقفش معاه وهذا كله مربوط بقدرة الإنسان بوسع الإنسان ولكن يجب علينا أن نحسن إلى جيراننا أن نسأل عن جيراننا أن نعينهم أن نتكافل فيما بيننا على ما يستطيع الإنسان الشيخ عجروم كنا نتكلم عنه طبعا هذه مراتب حق الجار من مراتب طبعا حق الجار هو الأدوة يعني أكيد فيها ربما أمور يعني ونزاعات دائما مع الجيران وللأسف يعني في الآوينة الأخيرة دائما شوفوا مشاكل كبيرة تصرابين الجيران كين تصرفات يقومها الجار مع الجار ومثلا التصنط وأيضا من خصوص القمامة يرميها قدام بيته ماذا لازم الآن أستاذ بشي محزن هذا الأمر هذا الأمر الأصل ألا يكون إذا كان المؤمن نقدروا عن المؤمن يعيش في غابة نفترض أنه مؤمن يعيش في غابة ما في عنده التاجار كثير من الأفعال التي نراها في المدينة اليوم لا تصلح حتى في غابة حيوان لو كان الإنسان يعيش بمفرده لو كانت البيئة جاره والحيوانات جيرانه لما جاز له أن يؤذيهم ببعض الطرق التي نراها في المدن اليوم يعني بعض الأحياء بعض الأحياء ما أنت لي فيها بالك أحياء شعبية ومشابه إلى الآن أحيانا نشوفه جار يرمز بالمتاقة إلى الآن وكما كنت أمس يعني نفكر في الموضوع نلاحظ على أن أذية الجيران تغيرت بتغير نمط العمراني يعني مثلا كي تكون في إقامة تقدر تسميها راقية نمط الأذية يختلف عن الحي الشعبي وبعد الحي الشعبي تتغير فيه نمط الأذية عن الأحياء التي هي ما بين ذلك فلذلك لا يجوز للمؤمن أن يؤذي أخاه ولو بأن يمنع عنه الماء كما قلوا بالدرجة بلا بريسيون هو ما أنتزع ما قال واحد يسكن يدير سبريسور يجبد الماء عليه وعلى باله هذه الماء ما كاش وجاروا تحتوهم ما عندوش الماء ولا جاروا قداموه ما عندوش الماء هذه بعض الناس يقول لك لا لا مانيش نأذي فيه ولكن عباك بليه هو ما عندوه سبريسور وعلاش أنت تؤذيه بعدها هي بعض الصور مثلا من صور الأذية عندكم كلوار مشترك وعلاش تستغل الكلوار أنت تدي الكلوار لك وتخليه هو لا يستعمله بعض الناس يقول لك لا لا مدرناه له هذه بتفاهمها في الإسلام يعلمنا أن لا ما تديرش حاجة حتى تشاور جارك النبو السلام يقول على أنه ما تديرش حطبة في حيط حتى تشاور جارك إذا كان هو عنده حق في ذاك الحيط وفي نفس الوقت يقول للجار الثاني ما تمنعش جارك يدير حطبة في الحيط إذا كان ما يأذكش فالإسلام رابط يعني دار واحد القاعدة أخلاقية عظيمة في التعامل ما بين الجيران ولكن شكون الناس اللي يقرأوها وشكون الناس اللي يطبقوها يعني الآن وصلنا الوقت على أنه كل عائلة أو كل بيت يبحث عن مصلحته الخاصة يعني كل إنسان يحوز هو ونراهي منفعته يعني ما يخممش على أنه بلك جاري رو يتأذى مثلا عنده عرس مهموش على أنه بلك جاري رح يتأذى مصوت رح يتأذى من أخر ممكن قعنا قع فيها عنده رحلة ما يخممش يقول بلك كان ينحبط القشبال لكن هذه جاري بعض الناس ممن كانوا قبلنا وكانوا أهل ذوق كيجح يدير عملها كيجح يصغسي جيرانه قال عندي غدوة إن شاء الله أخذ ما ولأ أذيتكم سمحونا وكذا ثم يعمل الآن فقدنا معنى اللباقة والذوق في تعاملاتنا المعنى الجمالي والحس الجمالي في تعاملاتنا ضاع كثيرا غاب بالشكل الكبير لكن بالمقابل نشوف بعض الجيران تلقاهم متفاهمين وتلقى أمور مليحة تانيت ممتاز شوف نحن دايما نقوله كان مثلا فضية شيخ اسمح لي في الجنائز مثلا يفتح داره ديرك يفتح داره أعليا وحتى دار الجنازة نشفتها في ولاية تيارة حضرت جنازة مؤخرا كانت فيها دارت على الجنازة ما يقوموا بحدش يعني حالجيران هم يتكفلوا بالكلش بالأكل بالشراب هذه مستمدة من حليث النبي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة مؤتة هي غزوة مات فيها ربعة ولا خمسة من قادة المسلمين كي جاءوا كان منهم جعفر بن أبي طالب يعني عم النبي عليه الصلاة والسلام سيد صلاة والسلام ولد عمه ولد عم النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتى ما يشغلهم قال لهم نبي عليه الصلاة والسلام عملاتيين بالبكار عملاتيين بالمصيبة ليصارت لهم وما عندهم مش الوقت بشي طيب وما عندهم مش الوقت بشي ضيف وما عندهم مش الوقت قالهم جيرانهم هما لي يتهلوا كما نقوله في الفطور وفي العشاء وهذه عادة في كثير من البيوت كما قلنا أو كما نقوله دايما كنت كلمه على السلبيات نحن لا ننكر الإيجابيات فيه أمور إيجابية يعني نحن نعلم نحن نعلم على أن الجار كي يكون معك مليح يعطيك حياته نورمال يعطيك داره يبيتك عنده يديك بطنوبيلت وكيشوفك إرجانس نحن مع التكافل موجود في المجتمع الجزائري يعني ضرب مثل بأي شيء تجد أن التكافل لكن بين الماضي والحاضر نشوفه فيه اختلاف البناء المجتمعي تغير ولكن التغير مش يغير في موضوع الجوار يعني حتى في العائلة الكبيرة والعائلة الصغيرة وتأثير التربية المجتمعية هذا قعد دخل فمع أنت الجوار هو جزء مما تأثر بتغير حياة المدينة يعني مع أنت ما بين كاشكان والدينا قولوا غير تمانينات وما بين الألفينات تغير نمط الحياة يعني مع أنت بكري آليا نقعدوا مع أنت قال في السطح قال في السحين قال في كده ونشوفوا قائجيرا نكيجو وشراكم لا بس وشراكم لا بس الكبير يسقسي صغير يجاوب درتوا اختبارات مدرنا اختبار دوكا كامل إما في ديور هوم إما الأولاد في التليفونات ما كاشي الترابط راح الترابط الذي كان سابقا التآلف الوحدة على العمارة قولوا على العمارة إلا كنا في عمارة ولا الوحدة على الحي الصغير ولا الوحدة على الأحياء الكبيرة راحت تلقى عمارة بلك فيها تحكم رضيال فيها بلك 11 أو 12 السكان بلك عدد الذين يتعارفون ما نقولوش يتزاورون وعندهم علاقة وطيدة ما يلاحقوش نصف السكان يتعارفون ومن بعد ذلك بش نقولو عدد السكان الذين يتزاورون ويتهادون وواحد يخلي وليده عند التاني والاخرية كي يكون عنده مشكلة يسقسي التاني هذه النقصة جدا نقصت كثيرا في علاقاتنا ومجتمعاتنا ولكن السبب متعدد يعني ما أنت من قدرش نقولوه السبب هو هذا برك وإنما الأسباب مختلفة يعني مما أذكره هنا على أنه من أسباب تغير السلوكيات في العاصمة هنا على أقل هو والتجارب السيئة بمعنى لو كانت تروح لولاية واحدة أخرى معظم وشي صراح هي أخلاق حسنة تعاملات جيدة مع أنت جاره مليح وهو مليح ومصرات لهم مش حاجة النورمال ولكن في ولايات في العاصمة تلقى بلي كان يحسن الجارون بعد جارو خدعو كان يحسن الجارون بعد جارو آذى المرة يجب دروحه تلقى كل واحد وحده فهناي هدد تجربة سيئة تورث عند المجتمع بتعداده مع أنت كل واحد وحده ومشي كامل على ضربه كل واحد يبدأ يجب دروحه وكل واحد مثلا قالنا تعاونون ديروا جمعية توقف على الحي يجي رئيس الجمعية يلقى دروحه وحده يكافح عام عامين يجب دروحه يزيد يجي وحده آخر عام عامين يجب دروحه في بعض الأحيان نرى أنه ضروري هذا الأمر تعوي 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 يعني لما يشوف أنه الأمر ما يساعده هو الأصل أنه المؤمن يصبر الأصل أنه المؤمن يصبر تعاليم الإسلام على أنه في هذه الحالة ولكن حتى نزيدنا هضرو مش غير في مسألة الجوار حتى مسألة النشاطة التطوعية اللي كانت في المجتمع مثلا نشوف العمل الكشفي ولا العمل الجمعوي الإنسان بدأ يتقوقع على ذاته ومصلحته حوسوا الحاجة اللي عنده فيها مصلحة لا ما عندهوش فيها مصلحة ظاهرة يقول لك أنا وعلاش نساكري في علاجة الحومة ومعندي حتى فايدة منها فما أنت دائما المجتمع غاب عنه معنى الأجر الأخرى وغاب عنه معنى أنه هذا يدخل في باب العبادة وأن الله يجازيه على ذلك وأنه يكسب راحة أبنائه ويكسب تربية الحسنة لأبنائه ولكن تغير الواقع ولكن الإسلام يأمرنا أن الإنسان يحسن ولا ينتظر جزاء ولا شكور ماذا هي فضيلة الشيخ أثار الإحسان إلى الجار أكيد فيه أثار إيجابية يعني ببساطة المجتمع الذي يحترم حقوق الجوار التي أتى بها الإسلام المجتمع الذي يحترم حقوق الجوار التي أتى بها الإسلام فإن أبنائه سيعيشون في هنا يعني يكون أمن تام أمن تام لماذا؟ لأنه أنت يتأدي حق جارك وجارك يأدي حقك فهذا على بأنه من حقوق الجوار الأمر المعروف أنه عن المنكر الإحسان إلى الجار السؤال عنه على بالك الحاجة ليه هاتصره لك تلقى جارك في كتفك على بالك بالتي تصرح حاجة غالطة جارك رح يتحرك على بالك بالتي تطح في أزمة جارك ومعاك فهنا تطبيقنا لمعاني الإسلام وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى أن نعيش أولا في حي أو في جوال آمن أيضا الجيرة الحسنة وحقوق الجوار تذهب بنا إلى الجنة فالله عز وجل يبين لنا أو النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن الجار ينصح جاره يديهم عهل الجامعة يديهم عهل أعمال الخير يتعاون معه على البر والتقوى كي يكون عندك جيرانك فيهم هذا المعنى على الأخوة الإيمانية وأنه ما يربطك بهم هو التقوى وحب الله وعبادة الله والمسجد وأمور الخير العامة على بالك على أنه من أكبر آثارها أنه حين تدخلوا للجنة كيف كيف إن شاء الله فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان جاره أقرب الناس إليه من الصحابة كان أبو بكر وأبو بكر هو رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة فهذا يكفي أنه من أهمية الجار في الإسلام أنه لو لا القرابة لكان الجار هو الوارث لو كان مشي العائلة يعني باباك وخاوتك وولادك لكان النبي عليه الصلاة والسلام يظن على أن الجار هو الذي سيرث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وكانت قبل نزول آية الميراث كان الجيران الذين بينهم أخوة ليس أخوة مع أنتها أخوة وإنما أخوة مع أنتها علاقة وطيدة كانوا يريثون من بعضهم حتى نزلت الآية لقسمة الميراث على أنه يروح للعائلة فمن أهم الحقوق في الإسلام هي حقوق الجوار ومن أهم ما يجب أن نراجعه هذا المعنى على أنه يجب أن نحسن إلى جيراني يعني ما حتى إذا ما أحسنش إلى جارك على الأقل كف عنه الأذى على الأقل على الإنسان أن يكف الأذى عن جاله يعني ما تكون شنتايا الجار السيء الذي يكرهك الناس ليس منا كما في حديثنا بس ليس منا من لا يأمن جاره بوائقه ماشي مؤمن لإنسان الجار دياله ما يمنوش ماشي مؤمن لإنسان جاره ما يمنش الشر دياله على بل في أي لحظة قدر جاره هديه فالنسل يقول هذا ماشي مؤمن لأن الأصل أن المؤمن يؤمن ويستأمن والمسلم يسلم الناس منه أما إذا صرنا في حقوق الله عز وجل يأمرنا بها وحن نعيش وعكسها فهذا يدل على أن نبتعدنا كثيرا عن المعاني التي أمرنا بها الله عز وجل والصالة عليها النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ عجروم هل تشوف أنه الاجتماعات بين الجيران يعني بصفة دورية مهم جدا لتقوية ربما وصل المحبة بينهم ضرورية أكثر من جدا لكن شوفها غائبة نوعا ما في المجتمع للأسف يعني نايا حاب نتكلم أكثر ولكن مع أن تلك كين أمور أخرى تجذب الاجتماعات العائلية أليست أكثر وجوبا هي الغائبة ربما أكثر من الله فاهمني فالتفكك الذي يحدث في مجتمعنا والذي يجب أن ندق له ناقص الخطر هو التفكك نحو الفردية كل واحد صار منغالقا ومهتما بذاته وبنفسه يجب علينا أن نعود لاجتماعاتنا الأسرية يجب أن نعود لاجتماعاتنا الإسلامية عادة الأصل أن الإسلام دارنا يوم الجمعة بش نتلاقى وقاع المسلمين مش غير الجيلان عندنا الصلاوات الخمس الأصل على أن الجيلان يتلاقوا في الصلاوات الخمس وكي لا يجيش واحد في الصلاة الخمس خاصة زي ما قال المغرب والعيشة ليكونوا وكملوا فيها الخدمة نسقسيوا عليه جارنا وعلش ما جاش فهذا ما لو أنه نشوف تعليمات الإسلام المتكاملة تخلي الجيلان دائما يتلاقاوا أو عندهم الصلاوات الخمس يعندهم الجمعار يعندهم المناسبات الأخرى ولكن نهار نبعده على التعاليم تعليم الإسلام واحد بواحد يؤثر هذا على التفكك المجتمعي فنلقاوا على أنه هو جارك ولكن أنت ما تتلاقاش هو جارك ولكن ما تسقسيش عليه هو جارك ولكن ما تهضرش معه بالسنة هذه كلها مخالفات النهانة عن الإسلام والإسلام يحاول أن يبني مجتمعا متآلفا متحابا متضامنا يعين فيه الموسير المعسر ويسأل فيه الحاضر عن الغائب ويقوم فيه القادر وما كان غير القادر كل واحد قادر يدير حاجة يدير أبراسط خوه جاره ولكن الآن والتي تعدنا لمحاسبه هو ما درش أنا ما ندرش كيف شنندره هو ما يدرش أنا ندر له له فالناس لو دائما يخموش على أنه هدية منفعتها تعود عليك على أبنائك تعود على المجتمع تعود على الحي فهي أمور إنسان ينظر إلى عواقبها ولا ينظر إلى نصابها وتعابها لا تخممش على أنه أنت كح تقلب بالتراب والدير نبتات مع أنت شغل غير أنت اللي خدمته هو ما خدمت العكس هذا منظر جميل سينعكسه على الحي جميعا الناس يجوزوا ما يقولوش فلندر ولا فلندر يقولوش الحي ناس ما شاء الله فالإنسان يأخذ الثناء باسم الجماعة وهذا أهم من أنه الإنسان يخدم وحده ويدي الثناء وحده وإنما يجب أن نتعاونه كامل وللتصح له فرصة هو الذي يعمل والناس كي يشوفوك يحشموه مع الوقت معالي شافوك خدمت اليوم وشافوك خدمت غدوة مع الوقت تحرك فيهم الدودة وعلى أشغر هو لي يخدم وعلى أشغر هو لي يحب الخير وعلى أشغر هو لي يدي الأجر وينزحموك في الأجر فيبدأ المزاحة ما في الأجر المزاحة ما في الخير حتى ينتشر ويعوم الخير وتعوم الإيجابية نقطة مهمة جدا فضيلة الشيخ عجروم أنه شفنا مؤخرا بعض الأحياء يتعاملوا عبر مواقع التوصل الاجتماعي يقوم للمجموعات يتفقوا لما تكون أمر لازم يجتمعوا عليها ربما في نهاية الأسبوع يتواصلوا تشوف هذه النقطة واجبة واجبة هذه نهاية شفتها أيضا مؤخرا على أن الأحياء أول حاجة جروب واتساب إلا ما دلناش جروب مع أنت فيسبوك على الأقل جروب واتساب ما نقولوش على أنه يكون فيه كلش ولكن يكون فيه جديد حاجة مهمة زيما قال اليوم ري تري سيتي يصار فيها مشكل قال صارت جارني صارت له هذه المشكل كين جنازة تعجرنا فلاني كين حاجة تعجرنا فلاني هذا هو ما يأمرنا به الإسلام في جزء معين على أنه نكون على الطلاع بحال جيرانينا على بها كنا نلوب في وقت سابق على أنه في الغرب مثلا في أوروبا يقدر يموت واحد واحد ما يسمع به نحن نقولو على أنه في المجتمع المسلم هذه ما تصراش ولكن مع التفكك المجتمعي تقدر تصراش لأنه لأنه عندنا جار وجامي طبطبنا عليه عندنا جار وجامي سقسينا عليه سيكون عندنا كم جموعات تعوات سابق نستأله على جيراننا واحد يحتاج وقفه هل نقدر نقولو أن التكنولوجيا نستغلوها في أمر إيجاب يجب أن نفهم أو يجب أن نستغل كل ما سخره الله لنا من التكنولوجيا الحديثة أو حتى من النمط المعيشي الجديد أن نستفيده في تقوية روابط الأخوة وروابط الجيرة وروابط الإحسان إلى بعضنا البعض لأنها نعمة سنسأل عنها يوم القيامة فضيلة الشيخ نعم في عجال ربما نصيحة المشاهدين المتابعوا فينا خاصة لدائما يكونوا في المشاكل مع الجيران نصيحة لتقدمها اليوم طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخل للجنة قالوا يا رسول الله ورئي لعمل يدخل به الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام تؤمن بالله ورسوله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قالوا يا رسول الله أرأيت إن لم أستطع قالوا كان لما نقدرش فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تعين ضعيفا قالوا عاون واحد ضعيف قالوا يا رسول الله أرأيت إن لم أقدر قال تعلم جاهلا قالوا واحد ما يعرفش علمه قالوا يا رسول الله أرأيت إن لم أستطع قال تكف شرك عن الناس هذا حديث نبي صلى الله عليه الصلاة والسلام من أعظم الأحاديث قل فيه صحابي قلوا يا رسول الله ور لي حاجة ندخل بها الجنة قالوا عندك الإيمان عندك العبادة عندك العمل الصالح قالوا يا رسول الله إلا ما نقدرش أن نديرها دوما قالوا عندك تعاون الناس قالوا يا رسول الله إلا ما نقدرش أن أضعيف قالوا تعلم الناس قالوا يا رسول الله إلا ما نقدرش أن أضعيف قالوا إلا ما تقدر تدير واله في حديث آخر قالوا إلا ما تقدر تدير واله ولو ما فيك والو حاجة صلاح ما تديرش الشر للناس كف شرك عن الناس فالنصيحة التي أنصح بها نفسي وأنصح بها جميع المشاهدين أن الإنسان إذا استطاع أن يكون في أعلى درجات الإيمان وأعلى درجات الإحسان وهي المبادرة إلى الخير العلم التعليم النفع المساعدة فهذا هو المؤمن الحقيقي الإيجابي الفعال أما إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يكون في المرتبة الأعلى فليكون على ثغر كما نسمعه في الشرع فيكون على جانب من ميدان الإصلاح يعلم الناس يكون الناس ينصح الناس إذا لم يستطع قع بشكون في وصل المجتمع يكف شره عنه على الأقل لا تؤذي الجيران لا تصل بأذاك إلى إخوانك وإلى جيرانك فإنه يوم القيامة إذا أتى جارك يشكوك إلى الله عز وجل فإن حالك وحسابك عظيم عند الله عز وجل شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ عبد الرحمن عجروم إمام وخطيب كنت ضيفي في هذه الصبيحة جمعة مباركة وانتلقوا إن شاء الله فورس في حول موضوع أخرى إذا نتواصل دائما معكم مشاهدينا طبعا سعيد جدا بلقائكم طبعا في هذه الصبيحة شكرا مرة أخرى لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عجروم تحدثنا قبل قليل على حقوق الجيران موضوع مهم جدا نتمنى إن شاء الله أنكم استفدتوا طبعا من مداخلة الإمام عبد الرحمن عجروم مشارة دقات الساعة قبل قليل يتساق تمام التاسعة صباحا وهو موعد لموجز لأهم الأنباب بعد قليل ابقوا معنا اشتركوا في القناة